أزمة سكن هي واحدة من المشاكل التي تشهدها البلاد بسبب غياب الحلول الحكومية وصعوبة المعيشة يأتي ذلك في وقت تطالب العوائل التي تسكن بيوتات الطين والصفيح بمنطقة الهياكل بوضع حد لمعاناتهم منطقة الهياكل الواقعة في حي الغزالية ببغداد تجد العشرات من العوائل الفقيرة والمعدومة قد تجاوزت على أرض شيدت عليها منزلا لها وبعض تلك البيوتات من الصفيح والطين جاءهم تبليغ للإزالة بحجة تسليمها إلى موظفي البلدية التابعة لمنطقة الشعلة إذ طالب الأهالي ومن خلال قناة الرابعة التدخل العاجل من قبل الجهات المعنية وتخليصهم من تبليغات المتنفذين تعالوا شوفوا عوائلنا شوفوا بيوتنا يا ناس مل لونه الله شاهدوا رقيب دمرونة دمر بلدية الشهلة تعال هاكي تنوع هذا قويه دموع على رأسه ذاكي الثاني السياحة النناشدة مثلا ملينا من المناشدات يا أخي ملينا يعني روحوا بحال هاي الناس ملينا والله ملينا تنوع جهاننا هاي تنوع حالتنا إحنا عراقيين يا أخي انت من تقول له متجاوز توقف شعر راس أنا مم متجاوز أنا عراق وغصبا على الدولة العراقية وعا الدستور تضمن بيت الكل مواطن عراقي احنا وين نروح العوائل البسيطة وين تروح هاي الأطفال وين تروح النساء وين تروح يعني والله ملينا ملينا يعني عجنا بالتراب ولحقونا على التراب وين نروح وتعد أزمة السكن من المشاكل الأزلية في البلاد ولأسباب متعددة ومنها الفساد المالي والإداري وضعف آداء الحكومات المتعاقبة والتي لم تتمكن من إنشاء مجمعات سكنية أو منازل واطئة الكلفة وبيعها على العوائل الفقيرة والمتعاففة بأسعار مناسبة وبنظام التخصيط بل وفرت تلك الحكومات مساحات واسعة لعدد من الجهات المتنفذة وبعض الشركات لبناء مجمعات سكنية أهلية وصلت قيمة الوحدة السكنية فيها لأكثر من مئتي ألف دولار وليش ما تمشون على هاي جرافات تفلش بالبيوت يمشونها عمي مشونها لحنا هذن تفلشها راحا هذن انتهن بعد ما حد يشوفها هذن جرافات تتجرف بالبيوت ليش شم نسوي لنا ذنب احنا هنا العوائل كلها منضررة كلها عوائل تعبانة زين او يومية جاهلنا ذول البلدية راح نفلشكم احنا ما معترضين عمي خليطونا قطع خليطونا بديل وين نروح احنا وين هاي كلها عوائل كلها اطفال وتطالبوا هذه العوائل الفقيرة والتي بكات وفرقوت يومها بحلول حكومية جذرية لانقاذهم من ازمتهم ولا سيما انهم في حال ازالة منازلهم سيكون الشارع مأوى لهم والله مع صابرين من بغداد حيدر انصيف قناة الرابعة اشتركوا في القناة